مشاهدين معنا عبر سكايب من جد استشارية تغذية الدكتورة رويدة إدريس دكتورة مساء الخير أهلا وسهلا بكي معنا كيف يمكن إذن تلافي أضرار اللحوم المشوية ومن جانب آخر الاستفادة منها؟ أول شيء طبعا هي اللحوم محمد رأيز أكلناها بالكمية اللي مفروض نأكلها في اليوم من 90 إلى 120 جرام في اليوم وزع على اليوم كله الفطور والغدا والعشرة أن البيت برضو يعتبر من ضمنها في المطاعم غالبا ينقع اللحوم بالزيود علشان تكون طرية أو حتى لما نروح نشتريها من السوبر ماركت اللحوم اللي تكون مجهزة بس إنها نطهيها غالبا بتكون تم نجعها بكمية عالية من الزيود زائل المواقع اللي بتطريها أو نوعية من المضطرية حقه اللحوم اللي بتكون صناعية عشان كده بتبدأ الضرر حقها لسبة الدهون فيها بتكون أعلى وهذا لهذا السبب في المطاعم بتكون اللحمة أو الدجاج طريين جدا إذا كانت هي ضمن يعني الكمية اللي مفروض نأخدها في اليوم ما منها ضرر نعم طريقة طبخها تعريضها لحرارة عامية سواء عن طريقة الشوي اللي بالفحم مجرد إنه نلاقي فيها زي الكربون أو آثار الحروق حقه هذه اللي بتخلي الضرر تصير مضرة أكتر ومسرطنة وتعمل المشاكل طيب بالإضافة إنه كمية الدهون العالية اللي بتتنجع فيها بتعمل مشاكل وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وهذا اللي يسعب إنه بيقوله زيادة الوفيات نعم في منها مدهن وفي منها جديد للدهون غالباً في المطاعم بيكون نسبة الدهون في عالية إذن دكتورة هنا نفهم من كلام حضرتك أنه نزيل كمية الدهون الموجودة في اللحوم وأيضاً طرق الطبخ الأخرى مثل السلق أو غيرها هل هي أكثر فائدة من الشوي؟ يفضل الشوي بالفرن يعني شوي بالفرن مش على الفحم وإنما توصل لدرجة الاحتراق عدم تعريضها للنقع بالزيود لأنها بتزيد من كمية الدهون الموجودة فيها وتفضل طبعاً اللحوم تكون طازجة ونخليها من التهنة ما نأخذ المناطق اللي بتكون فيها نسبة دهون عامية خصوصاً للأشخاص يعني مشاكل في القلب دكتورة ذكرت حضرتك في بداية الحديث أنه من 90 إلى 120 غرام هو الكمية المناسبة للأشخاص هل جميع الأعمار يمكنها تناول هذه الكمية؟ أم مثلاً للكبار في السن يمكن أن تكون أقل؟ طبعاً هذا المتوسط الكبار في السن اللي عندهم مشكلة في الكلة طبعاً ستنحسب لهم كمية البروتين أو اللحوم بالنسبة أقل بس بشكل عام نسبة البروتين بتخسب كيلو يعني واحد جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم المثالي فهذه الحسبة إذا أنت وزنك 60 كيلو فأنت مفروض تأخذي 60 جرام من البروتين بس قطعة اللحمة اللي هي الحصة حقة اللحمة بمعدل 30 جرام هذه فيها فقط 8 جرام من البروتين فحساب البروتين مختلف عن حساب كمية اللحمة اللي إحنا بنتناولها نعم فإحنا بيكون بروتينات بيكون غير يعني البروتينات عشان كده يفضل إنها تحسب عن طريقة الأخصائي أو في طرق حسابية موجودة في النت تطلع الجدول فقط لغير للنساء الحوامل دكتورة ما هي نصيحتك لهن لتلافي مخاطر اللحوم المشوية هل هي ذات النصائح اللي ذكرتها حضرتك أم هناك أخرى مخصصة للحوامل أولا بالنسبة للحوامل في أول ثلاثة شهور من الحمل يفضل الإبتعاد عن المأكلات البحرية اللحمة البحرية برات المنزل أو في المنزل لأنها غنية بفيتامين أو غنية بالزئبك فيفضل إنه ما يتناولوها لا هي ولا الكبدة أو الحواشي يعني الحيوانات يباعدوا عنها في أول ثلاثة شهور وطبعا أصلا الحامل لأنها بتكون من الفئات الحساسة اللي بسرعة ممكن أنها تعرض للتسمو فيفضل إنها ما تتناول هذه النوعية من الغذاء في أول ثلاثة شهور الحامل خارج المنزل شكرا جزيلا لكل هذه النصائح حدثتنا من جدة استشارية التغذية الدكتورة رويدة إدريس شكرا جزيلا لك